الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيبي طلاب صف الثاني الاعدادي ان شاء الله النهاردة عندنا اهم الاسئلة المتوقعة في مادة اللغة العربية على مقرر شهر اكتوبر لو اول مرة تشوف القناة بتاعتنا اريد تشارك القناة وفعل سر الجرس علشان يوصلك كل ايدي وما تنساش هسيب لك رابط المراجعة في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان هسيب لك قائمة تشغيل هتلاقي فيها جميع المراجعات بتاع الترن الاول مقرر شهر اكتوبر عندنا الاختبار الاول اولا التعبير اكتوبرقية تهنية لصديقك على فوزه بجائزة الطالب المثالي اتنين التعاون سمة الانسان المتحضر ودعت اليه الاديان كلها اكتب في هذا الموضوع فيما لا يزيد عن خمسة اسطر ولا يقل عن ثلاثة اسطر طبعا شباب التعبير متروك للطالب ثانيا القراءة عندنا القراءة متحررة المحتوى ايها الناشئ العربي انك واخوانك من الطلاب تعدون انفسكم للمستقبل بل الذي ينتظركم وامثالكم من ابناء الوطن فادي انت واخوانك من الشباب ما يجب عليكم نحو هذا المستقبل وواجبكم ان تتسلحوا انتم وابناء هذا الجيل بالخلق الكريم والعلم النافع والعمل الدائب المسمر فلا تخصروا في هذه الامانة حتى تنهضوا بوطنكم ليحتل مكانته اللائق به تحت الشمس عندنا شباب يقول لك اول سؤال مضاد النافع السيء ولا القبيح ولا الوضيع ولا الضار طبعا شباب مضاد النافع طبعا هو ايه؟ الضار يبقى هنختار يا شباب ايه؟ الضار عندنا رقب اربعة بيقول لك اكمل يجب ان يتسلح ابناء هذا الجيل يجب ان يتسلح ابناء هذا الجيل طبعا هتلاقيها في الفقرة بتاعتنا طبعا قال لك بايه؟ بالخلق الكريم والعلم النافع والعمل الدائب المسمر يبقى هنا قال لك ايه؟ قال لك الخلق الكريم والعلم النافع والعمل ايه؟ الدائب المسمر يبقى هنكتب شباب الاجابة بتاعتنا الخلق الكريم والعلم النافع والعمل الدائب المسمر عندنا السؤال الخامس بيقول لك ماذا يحدث لو اتجه الشباب نحو العنف والتخريب لو اتجه الشباب نحو العنف والتخريب سيتأخر المجتمع في جميع المجالات وستعم الفوضى وستتفكك اواصل المحبة نظرا لزيادة العنف وسيختفي الشعور بالامن والسلام من كتاب القراءة زي الموضوعات المتعددة وكتاب القصة من موضوع كبرياء طفل وجاءه دور الطلبة الناجحين للمسول بين يدي الخديوي ونفذ التعليمات بدقة الا مصطفى كامل فحين سأله الخديوي عن اسمه اجاب باعتداد وانفة مصطفى كامل بيقول لك السؤال السادس اتسمه موقف مصطفى كامل امام الخديوي بي الاخلاص ولا الوفاء ولا الحكمة ولا الشجاعة طبعا شباب اتسمه موقف مصطفى كامل امام الخديوي طبعا بالشجاعة يبهن اختار الشجاعة سبعة بيقول لك ضع عالم الصحة وعالم الخطأ مع تصويب الخطأ إن وجدت نتعلم من هذا الدرس الكبر والتعالي طبعا بنتعلم يا شباب من هذا الدرس ايه الكبرياء والشجاعة يبقى هنا يا شباب الاجابة ايه خطأ يبقى هنقوله ايه بنتعلم الكبرياء وايه والشجاعة يبقى هنقوله يا شباب الاجابة ايه خطأ ونتعلم من هذا الدرس ايه الكبرياء والشجاعة ده طبعا ايه تصحيح الخطأ عندنا السؤال التامن بيقولك اختلف مصطفى كامل عن اقرانه في الاجابة عن سؤال الخديوي وضح ذلك فعندما سأله الخديوي عن اسمه اجاب باعتزاز وكبرياء مصطفى كامل ولم يسبقه بكلمة عبدك وعندما سأله عن اسم والده اجاب ايضا المرحوم علي افندي محمد عندنا السؤال التاسع من قصة كفاع شعب مصر بيقولك ما الحيلة التي لجى اليها قمبيز لخداع المصريين الحيلة التي لجى اليها قمبيز امر قمبيز بتجهي سفينة تتجه نحو ممت وعليها مناد ورفعه لافتة فوق ساريها لكي يطمئن المصريين اليه طالبا منهم التسليم من غير حرب ومن غير ايه ومن غير شر يبقى امر قمبيز بتجهيز سفينة امر بتجهيز سفينة تتجه نحو منف وعليها ايه وعليها مناد ورفع لافتة فوق ساريها لكي يطمئن المصريين اليه طالبا منهم التسليم من غير حرب ومن غير ايه شرط عندنا اتنين بيقول لك كانت ايا حتب مثالا للمرأة المصرية المخلصة لوطنها دلل على ذلك الدليل على انها طبعا مخلصة لوطنها هيبقى نقول له شباب الدليل على ذلك دفعت زوجها سق راع الى ساحة الشرف فحارب عدوه وسقط قتيلا تاني حاجة شجعت ابنها كاموس على مواصلة الحرب فانتصر على الهكسوس ثالثا المصوص من نص نصائح غالية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني انها ان تكو مسقال حبة من خردل فتكو في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير صدق الله العظيم عندنا رقم عشرة بيقولك هنا الضمير في انها يعود على الاعمال ولا الصلاة ولا السيئات ولا الاخرة طبعا شباب الضمير هنا في انها يعود على ايه يعود على الاعمال كيف هنختار الاعمال طيب عندنا السؤال رقم 11 يا بني اسلوب طبعا شباب يا بني اسلوب ايه طبعا اسلوب نداء بيقولك طبعا غرضه طبعا غرضه ايه التنبيه طبعا غرضه التنبيه طيب شباب نشوف السؤال اللي بعديه بيقولك رقم 12 من المنادي ومن يخاطبه ولماذا عندنا من المنادي طبعا هو الابن ومن يخاطبه طبعا هو الاب اللي هو سيدنا لقمان ولماذا طبعا ليعلمه خشية الله ومراقبته ومراقبته في اقواله وافعاله ايه بها نقوله المنادي هو الابن ومن يخاطبه هو سيدنا لقمان الاب ولماذا طبعا لكي يعلمه خشية الله ومراقبته في اقواله وافعاله عندنا 13 بيقولك الصوت المرتفع دليل على هرعونة وغباء اكتب الآية التي تنهى عن ذلك طبعا شباب الصوت المرتفع دليل على ايه على هرعونة وغباء طبعا عندنا الآية الكريمة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في ماشيك واغطد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم هنكتب الآية الكريمة يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في ماشيك واغطد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم رابعا النحو بقولك دخل المعلم على تلاميزه والابتسامة تملأ وجهه قال ايها التلاميز هذه العلبة بها هدية قيمتها عظيمة فمن يحصل على الضريات النهائية في المواد كلها يفز بها فذاكروا دروسكم مذاكرة جيدة بيقولك السؤال رقم 14 استخرج من الفقرة السابقة اسما مبنيا وبين نوعه عندنا يا شباب اسم مبني وبين نوعه عندنا كلمة تلاميزه طيب هنا كلمة تلاميزه يا شباب عندنا الهاء في تلاميزه ضمير متصل يبقى نكتب له كده يا شباب يبقى نقول له الاسم المبني الهاء في كلمة تلاميزه ونوعه ضمير متصل وكمان عندنا يا شباب هذه طبعا ايه اسم اشارة يبقى برضه عندنا اسم مبني هذه ونحه ايه اسم اشارة عندنا 15 بيقولك استخرج من الفقرة السابقة نعتا جملة وبين محلها الاعرابي طبعا عندنا يا شباب نعتا جملة هنا اللي هي ايه قيمتها عظيمة قيمتها ايه ايه عظيمة طبعا شباب في محل رفع في محل ايه في محل رفع ايه ما هنكتب له كده نعتا جملة اللي هي قيمتها عظيمة ومحلها الاعرابي في محل رفع 16 بيقولك هذا التلميز محبوب اجعل اسم الاشارة معربا وغير ما يلزم هنقول له يا شباب هزان التلميزان محبوبان هزان التلميزان ايه محبوبان خامسا الخط بيقولك اكتب ما يلي بخط النسخ مرة وبخط الرقع مرة اخرى الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب العراقي طبعا الخط والاملاء مطروك للطالب وهنا يا شباب نكون نكتهينا من حل اهم الاسئلة اتمنى لكم التوفيق والنجاح وانتظرونا في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته